فهل ترى بأن فعلا الأمم المتحدة لعبت دورا سلبيا في زيادة معاناة المواطنين وعدم تسلم رواتبهم في هذه المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون؟ نعم هي تلعب الدور الأساسي في دعم الحوثي في كل المجالات سواء في التمويلات التي تعطيها كمساعدات إنسانية أو في حتى الاتفاقات والتفاوضات التي نتابعها فنلاحظ فقط أعطيك مثال بسيط أن مطار صنعاء فتح بقرار أممي لكن مرتبات الموظفين وفتح طرق تعز تحتاج مفاوضات يعني شوف الفارق هنا الفارق وهذا قرار أممي اتخذته فهنا ترى الفارق هنا قضايا كثيرة طبعا إلى جانب أن تخيل هذا فقط ما نتكلم عنه في إطار عوائد المشتقات النفطية للسفن فقط اللي داخلها ميناء الحديدة لو أعطيناك مثال وأنت يمكن تتابع حملة للنصمت التي نقودها نحن وأيضا حملات أخرى وشباب ناشطين في هذا الإطار أنه مثلا الغاز الذي ينتج من مارب تقريبا 60 إلى 70% من الكمية تذهب للمناطق سيطرة الحوثي ما يدخله الحوثي عبر هذه الـ 60 أو 70% وحسبناه ونشرناه أيضا بأرقام وبوثائق تقريبا ما يعادل نصف مليار دولار 500 مليون دولار أمريكي في السنة هذه واحدها تكفي تغطي المرتبات